طيب احنا دلوقتي عندنا اقويل ارهاصات همهمات بتقول ان مسؤولي نادي بيرمدس بيدرسه بشكل جاد اقالة المدرب اليوناني تاكس جونيس بعد الخسارة اللي مونيا بيها امام الاهل البنية السلسية النظيفة ويقال ان في مسؤولين من بيرمدس قاموا فعلا بالاتصال بالبرتغالي باتشيكو مدرب الزمالك الاسبق علشان يتولى تدريب الفريق فريق بيرمدس في المرحلة اللي جاية تاكس جونيس قبل مطش الاهلي نمى الى علمه الاخبار دي حسب المصادر ولما اتكلم مع ادارة بيرمدس وقال لهم هو في ايه ادارة بيرمدس نفو تلك الاخبار تماما جملة وتفصيلا عشان يحافظوا طبعا على تركيزه الاخبار صحيحة او غير صحيحة هو ده يعني اللي هنعرفه فيه الايام القليلة القادمة ان كان هو مكمل او لا